ينم إلينا من المدخل الشمالي لمدينة البيرة ضياء حشية مراسل غد ضياء كيف يبدو الوضع لديك وهل من تشجيدات أمنية؟ نعم فعليا منذ يوم أمس الجيش الإسرائيلي كان أعلن فرض مزيد من حالة التأهب في مختلف الأراضي الفلسطينية دفع هذا اليوم بلواءين لواء جفعاتي ولواء المظليين في مدن الضفة الغربية وعند منطقة الأغوار على وجه التحديد وعند نقاط التماس بصورة عامة نحن عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة هناك حالة من التوتر لكن دون أي اشتباكات تسجل بين الشبان الفلسطينيين الذين أحرقوا الإطارات خلفنا وبين جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يقف على مقربة من هذه المنطقة من منطقة مقر الإدارة المدنية التابعة للحكومة الإسرائيلية لكن بطبيعة الحال الأنظار تتجه بعد أقل من ثلاثة ساعات إلى مقر الرئاسة الفلسطينية حيث الاجتماع الذي يوصف بالهام الذي سيترأسه الرئيس الفلسطيني لبحث هذه التدعيات تدعيات صفقة القرن وما سيحمله إعلان الصفقة الذي سنتحدث به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن لكن أيضا نحن نتحدث عن قرارات فلسطينية ستصدر حسب التسريبات التي صدرت أو وصلت إلينا من بعض المسؤولين الفلسطينيين سيكون التحرك الفلسطيني على ثلاثة مستويات المستوى الأول التوجه إلى مجلس الأمن الدولي والجامعية العامة لأمم المتحدة وإلى محكمة لهاي للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وأيضا التحرك الثاني يتمثل في تفعيل قرارات المجلسين الوطني والمركزي فيما يتعلق بتحديد العلاقة ووقف كل أشكال العلاقة وحتى سحب الاعتراف في إسرائيل سحب اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بإسرائيل وصولا أيضا إلى وضع حد للاتفاقيات الأمنية والاقتصادية والسياسية مع الجانب الإسرائيلي وإضافة إلى خطوة أخرى وهي فرض مقاطعة شاملة على الاحتلال الإسرائيلي لكن كل تلك الخطوات والتحركات الثلاثة ستكون مربوطة فيما يتعلق بتطبيق بنود السفقة على الأرض إذا مطبقت إسرائيل بنود هذه السفقة على الأرض فإن هذه القرارات لربما ستصبح نافذة في اليوم التالي ولكن هناك لربما هامش لدى الفلسطينيين في الوقت الحالي لإعلان موقف ويعني حسب ما يطالبهم الشارع الفلسطيني أيضا يطالبهم الشارع بموقف واحد وموحد يرتقي إلى مستوى التحديات التي وصلت إليها القضية الفلسطينية نعم من المدخل الشمالي لمدينة البيرة ضياء حشية مرسل غد كنت معنا شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر